هل نبدأ محرك الأول من الروح لأستاذ ناصر عشان نشوف الكلام اللي كنا بنكلف فيه بالتليفون من كم يوم المتعلق به حج القرعة والشروط والأسعار لأنه يعني بتوع السياحة نعرف نظباتهم ها هخش لأستاذ ناصر نخبط شوية مع بعض لكن فيما هتعلق بالقرعة هم دول أهلين اللي احنا محتاجين ان احنا نطمينهم أكتر فمعليش حركة تقول لنا تاني آخر ما توصلنا إليه في حج القرعة طبعا بداية نحن نتكلم عن حج قرعة الجمعيات الأهلية اللي مخصص لها 12 ألف حج القرعة تمت الحمد لله يوم الخميس الماضي وتم اختير الـ 12 ألف حج بيمثله 27 محافظة مختلف محافظات الجمهورية وزارة التضامن أعلنت منذ حوالي شهر فبراير الماضي برامج الحج الخاصة بحج التضامن أربع مستويات للحج احنا طبعا يعني منتعلم من مستويات وزارة السياحة فيما تعلق بحج اقتصادي وخمس نجوم واربع نجوم احنا يعني عهدنا بتنظيم الحج وزارة التضامن من 2007 بننظم حج من خلال الجهة واحدة بس اللي هي المؤسسة القوامية التي يسير الحج والعمرة كيان واحد بيمثل حج الجمعيات كان زمان المتبع كان كل جمعية بتجمع 50 فرد بتعمل برنامج لوحدها وكان بتشرف عليه وزارة التضامن مجرد إشراف فقط وخدير إنما الوزارة حطت نظام جديد من 2007 وكل عام بياشها التطوير والحمد لله بنلاقي يعني رغم حاجة بتكلم في الارتفاع أسعار ولغم ذلك بنلاقي حاولي تلت أضعاف المتقدمين للحج نتيجة طبعا لكبال الشعب المؤسس بها دي حسين لو كنت بكلم فيها الأول أسعار غالية دعوين مش دعوين بس الطلب والتعلق ده عمرك ما هتقدر تتمنعوا فعشان كده احنا يعني بناسعى أعلننا عن أربع مستويات اللي أربع مستويات متنوعين ما بين مستوى خمس نجوم بساحة الحرم ومستوى خمس نجوم مش في المنطقة المركزية يعني في المنطقة المركزية بيبعد 750 متر من الحرم ومستوى ثلاث نجوم اللي هو اقتصادي ومستوى أهل من ثلاث نجوم برضو في المنطقة المركزية حد أقصى لكل مستويات 1500 متر من الحرم ممتاز ده بالنسبة للمكة و300 متر في المدينة احنا منحبش نخرج برا للمنطقة المركزية لان الحج المصري بطبيعته بيحب يبقى الحرم قدامه تجاه واحد منبعد برضو عن ما ناخدش فنادق فيها مطالع النهائي عشان بيبقاش فاق راجل لأي حج يبقى طريق استريت مستقيم خصوصا ان حج القرعة بيبقى غالبا غالبا من كبار السن دي حقيقة عشان كده احنا بنسعى ان احنا حتى نوفر كراسي متحركة لكبار السن خلال الفنادق تمام وزارة التضامن للعمل المدد طيب عشان المشاهدين اللي بيسمعونا دلوقتي سواء يعني يدورهم في القرعة او اهليهم او زغهم عشان يفهموا الوضع بالزبط هيقولك طب انتوا بناء على ايه خدتوا الاجراءات دي وبناء على ايه حددتوا الاسعار دي يعني دون برضو المعايير اللي ساهمت في الوصول للقرارات دي طبعا احنا بنينا على رحلة العام الماضي العام الماضي كان فيه تقييم للحج التضامن كان يعني الحمد لله شهد موسم متميز فيما يتعلق بموسم حج العام الماضي كان كله برضو اربعة مستويات بنينا نفس الفكرة هذا العام بدأنا بادري تعاقدنا اعتبارا من شهر اكتوبر الماضي احنا انتنا على فكرة كله تعاقدات نتخصة بموسم الحج في شهر يناير يعني يناير خلصنا كله تعاقدات سواء فنادق او وسائل نقل او تغذية في الفنادق وجباد كل الخدمات والمشاعر حتى مؤخرا في شهر فبرايل تم تعاقد عليها فكل خدماتنا تم الانتهاء منها مبكرا بنحط توقع للمستويات وفقا لرؤية العام الماضي وبنشوف عدد المتقدمين يعني منتكلم على المستوى الخمس نجوم في ساحة الحرم العام الماضي كان بمثل نسبة عشرة في المية من عدد حجاجنا وبالتالي احنا حجزنا السنة دي للعشرة في المية تقدم ليه حوالي مرة ونصف فوق العدد المتاح هي خلينا بس نوضح للشهر المشاهدين ان الزيادة الكبرى في السعر بتاع الحج كان السنة اللي فاتت بعد التعويم هو ده اللي تقريبا زاد بنسبة مية في المية في المية العام الماضي لان كان بعد قرر التعويم الجنيه طبعا كنتو الخافطة مقابل العملة dolar to conservative يعني المكالم في الريال كان ب2 جنيه 30 قرشي تقريبا دخل في الخمسة جنيه العام الماضي مظبوط فالزيادة الكبرى السنة الفتر مقارنة بالعام الماضي السنة دي هذا العام يعني عندنا نسبة الزيادة من 5% إلى 10% يعني الخمس نجوم 10% والثلاث نجوم اللي هو المصالد الصدي 5% برضو نتيجة الزيادة محددة في الضريبة كيمة المضافة اللي تم فرضها دي 5% اعتبارا من 1-1-2018 طبعت في المملكة العربية السعودية وطبعا فيه ضريبة جديدة لها رسوم البلدية بتطبع على كل نزيل في الفنادق الخمسة في المية الفنادق الخمس نجوم والأربع نجوم واثنين ونصف الفنادق ثلاث نجوم وما أدنية فبالتالي ده عمل تحريك للأسعار المقارنة بالعام الماضي ولكن برضو في النهاية النسبة زوات الحلاج أوضحت من 5% إلى 10% ما تتكرنش بنسبة الزيادة بعد العام طيب أكيدا الأسعار الأسعار احنا اتفعنا مع شركة مصر للطيران حديدنا كمت تسكرة الطيران 11100 جنيه المدة البنية البيناية 25 يوم لا هو الحاجة ليش علاقة بالتفنيتة في النهاية المستوى الأول 96900 96000 جنيه حاولي 97000 المستوى الثاني ده اللي هو في الحارة اللي هو خمس نجوم على صحة الحارة المستوى الثاني 82700 المستوى الثالث اللي هو اقتصادي 72500 المستوى الرابع اقتصادي 63600 ده الأقل خالص ده الأقل خالص 63 63600 ده فندق مصنف نجمتين يبعد على الحرم ب1300 متر ده الحد الأقصى ده الحد الأقصى فعش حدي بعد 1800 متر لا 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 احنا حدين معايير قبل التعاقد حد أقصى 1500 متر نجحنا اللي احنا نتعاقد في حدود 1300 متر مقارنة بال أبعد فندق 1300 متر 1300 متر من الحرم وطبع مسافة بعيدة شوية ده المنسبة للمكة نعم المدينة 300 متر طبعا والمدينة زيارة 4 ليالي البرنامج شامل مدينة زيارة 4 ليالي البرنامج شامل واجبات غذائية من خلال الفندق فطار وغدا طول مدة الرحلة البرنامج شامل عودة من مطار المدينة أو زهب من عن طريق مطار المدينة حسب خط سير الرحلة ممتاز السعر ده سواء 63000 أو كذا وصولاً لـ 97000 شامل كل شيء لن يدفع الحج بعد كده جنيه واحد لا هو فلوس الهدي فقط لغير لا الهدي ده هدي لكن غير ذلك ممتاز سمع الأسعار